تاني نهار بيبلش هلا البيض رائع رائع منقوشتك رائع رومفوتين و هومفود انتنس لبطبيع زعتر صافي مع البهرة حلو السفرة انا دفن برسطة هيدا العكوب هيدا زهر المال تاني ترويع بدك بعد وحنات؟ بدك دوقة كنافة غير شكل دفنتي نقاس مش معقول دوقة كتير كتير حول هالي كريمي بولي سموز محقا معقول يمكن بحس زيت الشي اللي انت بتحسه بله اممممممممممم احذير انا نعندى فره اذا رأيه اللووو 7 بالليل توكداون بتفوت عالالتل بيساكروا الباب ونبعا بيكم تظهروا سبعة الصبح بيرجوا عم نظهر وتشوفوا وجه الله وبتشموا شوية روايح تير حلوين ونهار جديد بيبلش اسمها مش النيتشر مش النيتشر أنا ومارك تنفرجيكم الاردن متل ما ما حدا نصور قبل متل ما ما بتعرفوها او شفتوها قبل اكيد رح ناكل رح نكتشف رح نبرم مش بس بعمان بس بالمنطقة كلها سوا سبعة ايام تاني نهار بيبلش هلا انا رح اسبعك على الترويقه رح فوت حضر الاجواء انت خلص ورح عمي وانا طلبت ميتيبرتش الأوملات تخبرونا هون بيعمل اوملات كتير طيبة انتا kossoor هو مش عرف ما أنا هون ح therefore Cause he ICP ما أهما شيه البيض بديح أبدا عددا العجينة كتير مرتاحة ورفончة مصبوط صحة دبي ا met to bed ظلت انا اعطلة جميع انت Pd تعمل نحن feast watching the message through a Grey isn't lockdown a 7 this means we're going to fall and unfortunately we're waiting I'm a lockdown 9 we'll find one we'll find one or not in the hotel we'll find one جاءنا نزلنا على المدينة على عملان العجاء الناس الشغل الناس فوق بعضها والأجوية كتير حلوة الفايبز روعة وكتير محمص امجي بلسون قديم يا مارك وناخدهم أنا ما بحس انه لازم روح على بلد ما اجي شوف شو هن الاسبايسل تابعون بتروح على السوق العطارين دقري انا بحب روح على السوق العطارين شوف شو عم ببيعوش عنده النباتات كتير كي بيشتغل بيخدام بيبرمها بيبرمها بيصير الزيت وينما كان بصير زعترات وينما كان بتقوله ما نقولش اردني طلعوا لونه قديش حلو الأخضر الفاتح لولى أرواح من هكي عجينة خلطة في عدة طحين طلعوا لونه قديش حلو والفرن اللي بيبرم يلي احنا ما اجل عنا على البنان مشهور كتير كتير بالاردن وشفته مرة بمصر ما بواجع رأسه بحط المنقوشة بتبرم واحدة بترجع زيت الوقت زيت الحرارة ما بيفوت شيء ما بيبرمها مرتاحة مرتاحة ميح رقيقة كتير بس نافخة مظبوط خميرة على قد كرنشي اند فروفي كومباين وزعترات منقوشتك رائعة تيبيكل ستريت فود الخبزة بتكون كتير طارية وكتير غنية من السمسون من بره هيدا البيضة اللي بعد الهلق مففمت دقنها قبل بمرة ليش لونا هلقدي بيكون بحطتلكم شوية جبنة رشة زعتر انتو هابد متلى الاكل طبعا محنو صغار محنو صغير سويت انتنس سكر محنو صغير محنو صغير في الزمان ما كان فيه فرماشيات عند الكلب والعطارة كان هو ياخد هيدا الدور يجول عنده ناس يسألوه عنده هالمشكل شو بيخد هيدا هيدا اللومة هيدا اللومة هيدا مثل حمضيات صغار ملقيون بكل بلدين العربية هون عنا قصعين هيدا موجودة بلبنام اسمها ما قولكم مريمية او عزقان سيج هيدا نبتة بسموه هون غير شيء بلبنام نحن منسميها تليجة اسمها بارونيكيا شو اسمها عندكم رجل حمامي هذه الغرات كبسة للطبيق كم نبتة شايف هون؟ شايف هيدا اللومة شايف غار ما تساعدو ما تساعدو ما تساعدو بتنمن زنجبيل مع سيباليه بخبار بتطلع ريون هيك بس بتطلع جبل ريحة قطعة من بالدبل ماسك لجوا جواد معوية نجاد ادي حدو شكرا شكرا لما تفوت على العطار ما فيك بتطلع هيك بس على عالي كمان متل بالطبيعة بتطلع نزول وهو بكون مخبخ بارو هيك نخوا معنا نفرجيكم شو فيهون كم نبتة من يلي هيك دغري عرفنا هون هيدا بركة اسمها عشبة الملائكة عندهم هي الأنجاليكا يلي هي مستوردة نشوفها هون هون لدينا شغلة كتير مهمة لأكوزيتهم عندنا أو منسميها نحن بلبنان زنب الخيل أو قطع وصل يلي هي ديوراتيك وهون في نبتة كتير مهمة تصور انه في كتير ناس بيكبوا عشرة الرمان بس عشرة الرمان بتنبيع عند العطارين دايما عندها فوائد كتير تبية زعتاراتنا جبت الفكر أوريغانا بسيريا كأوسما هي زيتة موجودة في لبنان هي زيتة زعتر لبنان أو توبع موجودة كمان بالأردن بسوريا بفلسطين حتى موجودة بسينا بمصر زيت السمكة زيت زيت يعني إجمالها من نروح من بلد لبلد النعم عم يكون أسمك أقسى هون الزيتة بيجي زعتر ورق مثل ما هو خامهم نجيب من الضفة بقشو بنغرب له طبعا بعدين بنجيب العنجراتي كوزفرة بنطحنهم طبعا ضعفهم للزعتر مثلا نوقية بنحط عليهم وقيت ابهارات كاملة مشكلة بنحط الملع حسب الرغبة بنطحنهم طبعا نفرقهم بزيل زيتون بس نخلصهم بالفرق بنحط السمسم والسماء آخر شيء طبعا كل نص كيلو زعتر صافي مع البهارات بنحط ضعفه سمسم والسماء حسب الرغبة 200 غرام 200 غرام الأمر يوجد عبارية أجلس نحط الأمر سوف نصل دائم على الأسواء ونتمشى بالأسواء وأنا اللي بشوفه هي ألوان حلوى تعمل طيبة بس كون معي مارك ونفوت مهول التفاصيل وهول تفاصيل تفاصيل تبع الأشياء مهول تدريسين وهلا قد اقف وعنده شيء جديد هون عن جد عندنا كتير من الأعشاب اللي منعرفها في لبنان نخ معي زعتراتنا لأوريجا نمسرياكا هيدا القصعين كيف راح عارف انه هيدا هي زيتا طبع لبنان لانه في الورقة الأساسية ورقتين تحتها مش هناك اسمها سالفيا تريلوبا أو فريتيكوزا وليك شو حلو شو بابونش هيدا فراش بابونش موسيقى عندنا عائلة في لبنان عائلة الدحتح معقول جاية من هون هيدا دي سار كتير مشهور بهاد المنطقة معمول من سميد أساسا والإينا عكوب يعني كل شيء جاي نشوفه نحن وير راكي اليوم هيدا العكوب هلا بعد بدوني نطفوه شواري نشيل منه شوك العكوب هي شوك كتير كتير تكبر بس بشيلوها هي وبعدها صغيرة هربا غساتي ميال يا صيح هيدا دواري 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 هيدا تطلع كتير في لبنان حتى عنا اسمها لوف أو سم الحية هيدا الزهرة طبعا الورق ما فيها نكره نحن هو وأخضر يسلقوه متل ورق العريش ما باعرف ليه في منهم هون هيدا زهر الموز لك الزهور بيننا جوا هوا بدي يصيروا موز بعدين بس أكيد بيكلون سلاة بيكلون زينة شي كتير تعلمنا تعلمنا كتير أنا بشكرك لأنه فتحت العيوني بصفرات على إشية تانية Thank you so much ماذا هاتك؟ أبدا أبدا بعتقد كل التعلم سروقت أنا أخدك هلا لازم نتروع يال تانية تروية يال بعتقد الإسم والجوردن بهمك أبدا 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 وعننا أكثر من إشي أصدقاء موز أكثر من مطلقات فعننا لازم تحش لتحش 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 تحش لتحش لتحش نحن نستضيفكم ندوئكم أكلنا It's breakfast time نحن وصلنا هلأ على Wild Jordan محل ما الأكس باندك معمولين عظيم و الأكيوك بقلبهم عم بنققت مثل ما لازم เสاليشن الكوزين، شكشوك، مكدوسics، الضوء، خبزات، وكذب، ومنظر روعة ثاني ترويقة، وهو نكفل، أعود أن أكون معدر مسر? ثاني ترويتين اليوم، الشيء لن أم تذكر نعم 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 energy for the road جيد وطالما تساعد وعندما يقل اثنين ما سنفعل لك بعد واحد دي السير كان طائر دوقت نافي غير شكل نعم خشنة نعم وعليها له بيت كتير معمولة من جبنة سبيسيال ناملسية بس كمان خصوصة للكنافة الخشنة هي عسمالية مع سمنة مقلية وهون محمصة هي طحين مع سمنة كمان محمص كتير جبنتها مضبوط قطريته على الأجل مم عامة فان عن جد عن جد من مرة عمرة عمرة نبتضلها طعم ازيتها جبنة بتمغت مضبوط القطر متل ما لازم دفنة من نقات رابط طبين أكلنا هاي الصندوش اللي فيها بايدة بقلبة وهيدا البيضة اللي كتير نيس طلعت وقالت ليش لونة هيك طيب مش على الطريق فتة عند الشخص اللي كتير بروفاشنل صف وقف قدامه طلاح الدين باكري رح نعمل زيت الصندوش ونفهم البيضة كيف تنسلق كيف يتغير لونة وليش تتغير لونة منحط من الحرون 4 ساعة هو يمسكّر بيحط لقلب نجارة يلا يحطي لها شوية ماء يحط شوية ماء ويحطي لها في القرن قديش حلو بتدفعوا حقها للخبزة يلي اسمع كعكة هون والبيضة والجبنة والشطة والزعتر وتطلعوا انتو بتعملوها برا متل ما شايفين ورايا الشبيبي صالوا هون 10-15 سنة بيجوا بياخد خبزته فراش بياخد البيضة بيطلع هون على الطاولة بيركب هو السوند بيشي متل ما هو بحبيكلة وبينبسط فيوش الكعكة هاي أول ما طلعت طلعت بالقدس أخدنا من زدودنا بالقدس أجوا هون واشتغروا المحل يعني ما كان هيكا بمحل كان كثير بيت نار صغير كبداية يعني لسيدي والحمد لله انشارت من أردن كعكتنا ولي كعكة القدس خبزة سوبر 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 سخنة السؤال يجعب نسأل حاله طب مين اخترع هيدا الشيري مين طلع نهار واعي وقال بدأ أعمل بيضاء يلا هي متكلنا من عملها كان عملها بالبيض كان حطلها مايونيز او جبنة حطيتلها زعتر وصارت اليوم الناشنال تراجر كل العالم تحكي عنا كل العالم تكلع بيضاء عظيمة جبنة من بره انخمصة كثير صخنة كثير من الجوال بايضة عظيمة بيبني مبض ممارك هرب ليحقو فيه ممارك وينك نحن آيو أمانان مسرسة شكراً للمشاهدة مرحباً أنا منال أنا آيا نحن نمليا نحن نمليا قبل 8 سنين نعمل مربع وشاي أعشاب وعسل كانت الفكرة أنه بدنا نعمل لكي نمليا فكل شيء أحد يمور من هنا يشوف طريقة الطبيق ما يعمل يجعب كل هذه الأسئلة الكنسيبت كلياتها مرحباً من البلد من البلد كما يمكننا أن نرى أنا حبيت الدكار جيدين هكذا كل شيء في ناباتات هؤلاء منهم من أردن وعملنا فكرة هذه اسمها براكي كي تون هذه الدلب الفلين وهذا الفوكة هنا هنا لدينا نبتة جميلة المانيوليا يجب أن يكون حلوة الفوكة جميلة هذا شيء جميل هناك الكثير من أباتات في الأردن ولكن هؤلاء من البلد هؤلاء من البلد أو مزرعين؟ لا يعني 90% بري السكرة لو كنا نحن نقوم بعمل تي لينز تسميها تي سكيب ان هم تي سكيب لدينا نجل أمريكي هناك الكثير من أردن لأنه تم تفتح وادي أعجب في الطفل هذه نباتات تطلع بهاي المناطق مثلاً يوجد ورد بري نعنع بري اسمه نعنع الوادي رجلي الحمامة أختينا من أعشاب مختصاص مارك أنا أحب كل شيء العلاء بالأكل أول شيء، سوف أبدأ بالتفاصيل براندين جميل، بل أجل من ذلك جداً جميل، كل التفاصيل الأجل أولاً أخيراً، أهم شغلة تاني ميلي فيكم تشوفوا البروداك بلا ما يكون فيه ستكر منزقه الفكرة من كل الجام لاين تبعنا أنه نحن نجيب الفواكن من مزارعين تقليدين الزراعة تقليدية بتختلف عن الزراعة لأنها معظم المزارعين اللي نشتغل معهم عندهم بساتين صغيرة ما بيستعملوا بستيسايد أو كميكلز والشار كدير قديمة فكمان تبعت الفلوت نفسها كدير بتختلف وحلو جوة وطلعوا بالأخير شو بيعطوكم بيعطوكم شيتك دوقوا كل البروداكس تابعون عنا ويت براد معمول فرنش توستايل شوية مثل بان بردو على ثلاث أنواع جامز مربايات، عنده عصل عنده فريش كريم عنده ستروبريز من أين مكان وبيدوب وواو دوقت شدانيا ممم تبكي دو رائع منذي انسيت أنوايني انا وهيك كمان اكل انه صارت انا بوزح معك انه ترويق تاني اليوم ساعة واحدة بتصور هايدي شي سابع شغلة من كلها قبل الغداء وصلنا على محل اسمه ويفور من المحل اللي بحكي عن حاله ويفور الخشب الالوان الخضار من وين ما كان من فوق من تحد بتحسر حالكم ترانسبورتد بالطبيعة دغرين احنا هلفي جوس بور بنعمل هلفي جوسيز هلفي ايس كريم بيجين ايس كريم بالاحضة بتنعمل بالالمونت ملف ومنعمل اشياء تانية زي بتشوف تقدر تشوفو هون يعني عنا بينت بوتر اربع نواع كله بدون سكر اذا بدنا نحلي باشي بنحلي بالتمر المونت بوتر نتسل الاشي موسيقى موسيقى هذه موسيقى نحن نحن بأمغرنت سويت شويت موسيقى 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 ايكتر موسيقى ستحق اتشتغل يعني اذا كنت عم تسألني ما أكلنا كفية وبعدك أو جوعان او صارت ساعة واحدة وبعد ما اتغديت صار وقت الغداء مظبوطة لا اليوم بيضت عمدتين انا اكلت بي تلت تربعة واحدة انا ما بحف كذب اخبركم ايها متل ما هي موسيقى أهلا وسهلا فيكم بمطعم نجلان مطعم متواضع كثير وإحنا كل يوم عنا طبخة وبينزل معها مقبلات باقت كله بوقت الموسم يعني إيش فيه بالموسم من خضروات من أشياء مزروعة بنعملها وش اسموه وهذا إحنا عملناه مشان نرجع التاريخ تبع التيتا التيتا اسمها نجلة راجب شراب كانوا ساكلين هون وقد ما كانت شاطرة كان الكل يشم ريحة الأكل من الدرج موسيقى هذه مقلوبة الشرف أنا أفتحها أرنبيط عنجد روعة الفيل تبع بيت العيلة تبع العيلة تبع التيتا اللي بعدها هون تبع الصور تبع الفاميلي بيكتشرز تبع التيب كل شيء نعتشريل كل شيء من الأرض كل شيء من البلد وسع تتوصلوا والغد رح يكون هاي واو مني حيسس عبالي كفة حتى فيلم هون كله أكل مثل المقلوبة المنصف الورق الدوالي عم نرجع كل هالأكلات اللي ما عادوا الستات يطبخوها ببيوت هون رح خلي مارك يدوق كل المقبلات وأنا رح حط هيدا الدين كأن الحيطان عم تحكي كأنه في روح حلوة بايت المحل كثير هذا الانمتحكتها غير شكل هينك يا تاتا اللي يرحميك مش معاول جيد I love it I love it I love it السفرة كتير لذيذة وكتير خريبة كتير جديدة يعني بعد كلها سنين تغير شيء حبات من محلات هيلثي فيجن سيمبل موني وهلأ كمان من بعد ما أكلنا وتروأنا ست سبع مرات وغدا فتنا رح نفوت على محل اسمه هيربز ان ديزاين تذكروا بسفرة اللي قبلة جانا علبة كتير حلوة هاي اند كتير مرتبة ياس رح يستقبلون عندن لانو بنساهلو هيربز ان ديزاين نحن نستقبلون كتير حلو كتير مرتبة Paketjig مدفتر بيها كل علبة يفكر فيها ا مرحبا أحسن انتني كتير مبسوط انه جيت نورتنا في اربن ديزاين احنا ويأخذ بالإنه ان كل البردكات اللي عم بتشوفها هلأ إنهم جميعاً وصنعوا في جوردن الفكرة أول شيء الاسم Urban Design Herb and Design هي play on words لأننا كنا أركتكس بالمكتب وأنا أصدقائي حبينا أن نعمل شيء أبسكيل تعرف في الأردن في أردن أننا لدينا جميلة ولكن الباكيجيز ليس كثيراً فأنا نحاول أن نفعل شيء يمكن أن نعطيه وشيء يبدو جميل وأعتقد أننا جميعاً نحن جميعاً وشعوراً عن هذا جوردن Pumpkin Walnut Natural Preserve كلهم سبيشيال كلهم اختراعات Caramel Irish Cream Sauce هناك الكوهول كما تشربون كيس جميلة جميلة في صراحة أنا جميلة أنكم هناك إنها مجرم كما بدأت قبل قبل سنوات أصدقائنا لأننا جميلة جميلة في الأردن وبالوطن العربي وليست مستعدين أصدقائهم إلى العالم أردن وأنا أريد أن تصميم في مدارة مدارة جميلة جميلة التي يمكننا تصميم إذن تدريب ألوات لتعرضها في أحداثنا إثارة ويقوم بتحضيرهم لبره كل مكتوبة القصة مثلا الزهتر في ناس ما بعرفوا كيف يكروه فبيبين عليه انه ديبت في ملعب الويل نحن مستعدين أنه حلق وصلنا مرحلة في مرحلة بداينا بداينا نحن بسعودية بداينا بقطر بداينا 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 وامريكا بداينا نحن مستعدين بداينا 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 اسمني في نوفل بدأت مع مطبخ كبه أول ما بدأت رح اخد زعتر لبنى الكعب مع زيت راح يروح فيvele هونيك أنتضح بالزعتر ن CONSUMБ zach من المدخliches المدخ cooker ياهي طعمتها شو طيبة نحط الله دقة أنا باقي معقوم بوم بوم ومن كفة لبن مع زعطر زيت زيتون هالمرة مع سماء مش معقوم واو محل رائع محل رائع 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 طلعوا الالوان طلعوا الفناس طلعوا الكلاس الريحة بقلب المحل الخشب الديزاين الازاز كل لون بمحله كل زهرة بمحله وطيعته لمارك عم بيبروم لانه بعتقد لقينة لقى حاله هيدا المحل فينا نخبركم قديش مبسوط قد ما بدكم بس بالاخر مانا مطعم ليش مش مارك البروفيشنل بيخبرنا عن هو وشو خاص هون شو عم تعمل انا مصدوم ادافي اشياء حلوة والكواليتي يعني فيه لك دغري اول ما بتفوت بتحسن ان انت بمطرح كل النباتات اللي عندهم اياها تريبل اي يعني شي بحقد في مطارح عم بدأ اربع مرات لعرف اذا فايك او ناتورال ادمننا حلوة وكله كله كله طبيعي لك مثلا هون هيدا بلانت رائعة اسمه سترينج بلانت او سيناسيو لان هيك مثل شريت نازل هيدا حلوة هيدا انا نعرفكم هيدا على كم سبسة من كاكتوس هون كل واحدة احلامة يعني هون انا نطلع على كزا نوع افوربيا وهيدا الكلامكم مش دايما ملقي منه هيدا اذا منكمل انا عندي هونيك كوتكار شفته بس سامت ارجيكم شوية كم نوع سانسيفيريا عندهم هيدا مثلا سان الحما هيدا واحدة ثانية افوربيا كاكتوس في بلايو بس ليك هون ليك هيدا شوف الديتائيه طبعا انا هيدا الكوتكار طبعا انا مش عمصدق انه هيدا نبتة طبعية هون عنا عن جديد كزا نوع اتشيفيريا هون هيدا حلوة هالأتشيفيريا هيدا مخبروا عنا هيدا حلوة مثل القلب هون عنا الاتلانس انقني تعشوف هون النبتات بعيشوا بالهوة في هناخد كل واحدة لواحدة فيها نعلقهم ما بدهم ولا شي بس نرش ماء عليهم افنتشلي بزاهرهم هيدا كوتشو دق فيها هيدا تساديهم هيدا هيدا تلانسيا بس هيدا مسميها اير بلانت لانه بعيشوا بالهوة اذا بتطلق انزول بتشوف السيلاجينالا كمانا الكتير كمانا نبتة حلوة هيدا بتعيش مثل الموس حد الماء وهيك وتعطي اخدك قدم لك شي كفر اذا حد اخدنا على ديزنيلاند يمكن بحث زيتشي اللي انت بحثه هلا هل انت عم تشوفها هيدا مثل قلب بس افنتشلي هيدا عرباشة بيطلع منها بعد هالأشرايط بيس لعب نبتات تانية تحت زهرة رائعة ادمنها حلوة بسموها المازة يلا الديكوريشن هكرا وقفة هلع صر وقت تاني تاني غلق لايف ببجر حميم مع الشفية رح نطبخ لبن هنا ليش الكفتة دايما على السيخ اطيب وقسم المكان طبعا طبعا اطيب معروفة هيدا لازم تاخد على السيخ عشان نكهة اللحمة فيها تمتات معوص هاي ليه ممنوع توقف ولا لقت حشب ولا معوص ولا برامة نكهة اللحمة وقسمة مثل ما لازم تكون سيبر مستوية لمعة حلوة ملازقة شوية على بعضها ريكة من الميل رز من الميل أكلتي المفضلة سوربريز خيطامه همسك بالآخر ومش بس هيك مع كاس عرق غير شكل طيبين بيدوه مثل الزبدة وقفتة وقفتها غير شكل لحميتها ما بتعلق خليك بالشاشة الله ينسيكم بالخير وأهلا وسهلا فيكم الجميع احنا مطعم إرث الأردن مطعم إرث الأردن هي ذراع الاستدامة لمؤسسة غير ربحية هي إرث الأردن المطعم بلش من سنتين ونصف ولكن مسيرته قبلها كان بخمس سنين وطقنا أربعة وتسعين طبق من الشمال إلى الجنوب بكل المكونات الثقافية دربنا خمس سبعين سيدة في عشر محافظات اتعاقدنا مع ثنين وأربعين سيدة في تسع محافظات حتى أول إشي نضمن الجودة لأنه طبعا دائما لأن الستات هم الأدرة بالمحافظة على الإرث الغذائي تبعهم وبالتالي بيطلع الطعم والجودة وكل شيء أزكى وبلس دعما للأنشطة التجارية لقطاع المرأة وبالمحافظات النائية كثير مبسوطين فيكم وكل أخواننا من لبنان وأي حد من السياح وطبعا الأردنيين وتعالوا خلنا نطعميكم أشياء زاكي نعطي برحالنا منصة لكل الإبداعات الأردنية دعما للمواهب الفنية بشكل عام حفاظا على التاريخ حفاظا على القيمة الثقافية المجتمعية بلس تجربة سياحية جميلة بالإضافة عنا منعرض لفنانين أردنيين مصورين رسامين نعطيهم هذا المكان لإطلاق إبداعاتهم وخططنا أن هذه العمارة الثلاث طوابق لقدام تكون فيها معرض صور تاريخية باستعرض مليون ونص سنة من التاريخ من أول أحفورة حجرية وحتى الدولة المعاصرة تاريخ الدولة المعاصرة اللي إحنا السنة عم نحتفل بمئويتها بلس بوتيك أوتل فيه ثمان غرف وروفتوب اندور ايريا لقدام وهي تبولة الأزرق أو التبولة الدرزية بتفرق عن تبولتكم إنه فيها حمص حب ودبس رمان وأخواننا دروز رائقين هيك فبيغمسوها بورقة دوالي عنا هاي السلطة من عجلون سلطة الجوز كتير زاكية فيها زبيب فيها جرجير فيها شوية فريكة هاي كباب العبيدات إحنا زبنا عليها إنه منكليها قلي مش إنه بسم هبّلة بالبخار هاده متبل الكوسة كمان من الشمال مع الخبز اللي إحنا بنعملوا عنا هاده باستخدام جمح اسمه قطمة أو الجمح البلجاوي طبخات غنية مش هون حامض مظبوط مش هون بهارات مظبوط أغلبية الأشياء كتير قريبة من إحنا بنعملون غير الأكل كيف صار غير الأكل تبع السوق نحن نحكي عن أكل جدودنا وكلهم تأثروا بزيت المعين بزيت الطريقة بباشتري أمممممممممممممممممممممممممممم مرحيكم حظام لأكيد كنا اولاد العام ولا تمنتظر أبدا ولا تمنتظر أبدا لأن تكون فيه زيت طعبة البيت بيت زيت طعب، بيت أمي، بيت ستة أكل الشارع شيء وأكل البيت شيء تاني إذا الخنصة وتسعين رسبي اللي عملين هن هيك أنا مسحد أرجع، دوق كلهم وصورهم كلهم في نوع من القطرفان بنزل بإحواجة السمن وإحواجة الجميد هذا أصلاً بيئياً ما بطلع إلا بمحمية الموجب وهي منطقة بشمال غرب الكرك، مدينة بالأردن بالجنوب ثلاث نسوان اللي بعرفوا وين هاي النباتات البرية بتطلع فإحنا حفاظاً على هاي النبتة من نستخدم الجميل اللي فيه هاي النبتة لكن نبلش بالمنصف حط شويترز هاي شو اسمه الفعل؟ تشريب تشريب هاي شو؟ هلا شوف عشان تخطر هذا، أول شي بتفجول يعني بتفجول الرز عشان يطلع مننا البخار يبرد شوي بعدين بتشربه بالجميل طيبين، كتير كتير صعب، ثاني أطيب واحدة بالأردن ثاني أطيب واحدة من أول واحدة ستة أو صخر؟ ستة أو صخر؟ ستة أو صخر خلاص اك إذا جدد صخر أنا عادي أقبل الهزيمة ما عندي أي مشكلة الله يحب الوياع رحنا قلبهم نمشى بالدور هيدا المقلوبة اللي هي بتنجين مع رز و شقفة لحمة على الوجه متل ما لازم تكون و أهم شير الزيت متل ما هني عايشين مظبوط البتنجين على الأد إحنا ما نحط ميكب زي ما هو وهيدا أكلتهم مفضلة هيدا بنشوف بس ما عروز و شقفة لا، عنجودي مستعد واو واو صحتان صحتان تفرجوا لي من بعض نهار كتير كتير طويل لا، كتير 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 طويل كان فيه تنين لايفز كان فيه تصوير كل نهار كان فيه أكتر من ميتين ستوريز على انستجرام محوا بعضهم ستوريز فيه هدية على القتال أكتر من عشرين هدية زعداء فيه كان ثلاث أربعة ترويقات وقفت عد فيه غداوان فيه قطع السوق ماشى وطلع على التلفونة أكتر من عشرين ألف أشقه وبعد ما خلص لانه هلأ وصلنا على محال عندنا السوشي دينار قلبي نكشرت قلبي نكشرت قلبي نكشرت قبل نبدأ تتحدثني عنك بسياتك كم أعد سوشي مسمي طارك أنا من الشيلك لقد عملت قصصي في 2009 لقد عملت نعم الاناتفادة لقد عمراق عدد من سوشي نوري هنالج يعني نور تحالب الجيز بيكونوا جمالاً يعني هنالجي الجي هنالجي هنالساتر ترتبع كل النباتات يعني النبات قبل كان كان هيك بعدين هتحولوا شوي شوي هلا اكيد بيزرعوهم بطل متل قبل يعني ما بيزرعوهم الطبيعة مش انهم من البحر وهيكي بيزرعوهم سوشي فان كنا جوا مع الشاف كل شغلة قصة السكين اللفة كيف بيعرفي لبق طعمت على بعضهم كيف اجيتوا الفكرة يزيد شوي النوري الأرقشة التكسشير كيف زادها شوية بقدونس شوية بنادورة كل اللفة بلفتة ما بيحط رز كتير شوية لانه الاساس انه واحد يحس بالسمك بالنصف فاهمين شغلته داريس من 2009 ما بيشتغل الا سوشي وقضينا وقت كتير حلو كل التفاصيل وشو عملنا كانوا روعة هيدا نهار التاني من اطول ايام بكل التصوير كتير حلوين لدحكة مراحت عن وجهنا اكتشفنا اشياء بتعاقد ونهار ع نهار ساعة بساعة باكتشف الاردن يلي ما تخيلت ابدا ان اكتشفها بهالطريقة او اكتشف فيها اشياء هلقدي حلوة داي تو بيخلاص هلق بكرة منبلش ع ساعة ستة الصبح بنهار التالت الرائع ومن عمان منترك ومنبلش برمتنا وجولتنا ساعات السويقة تاكتشف كل البلد وبعد عنا اربع قطلات بداعجش بيها بطريقة ابدا بنجرع من علم وووووووووه خمسة اعشرة ساعة بنهار عشرين وقفة اكل كله نهار وركض وكتب عشرين الفاشخة ممممممممممممم ايضا وحسبة مباردك اي طامق هيراك خالي نشبت فعليك مجيش محتيل مجيشت أوتشايتك من شووية جو مجيشت أوتش مارحبا الساس ووووه العلوان كتير حلوين هون شو عندك؟ الحلقة كمان انا فادرس تعرف بس انا هيك عم نتواضع تتس لانش تايم لا نبكيش عنا انا اذا رجع اسمع صوتك كان هيك بواتك وخشوها وخبار حاسس انه مطبع تودع كلا كتير حللة تبتاك كل كل طب يال كراف انت اينا